اشتركوا في القناة في هذا الدرس تصنيف المجسمات يتدحرج أو يتراص أو ينزلق هيا هيا لنبدأ التعلم انظروا إلى الصورة التي أمامكم الآن هل تتذكرون هذه المجسمات؟ أحسنتم إذن هيا دعونا نتذكرها بشكل سريع ما اسم هذا المجسم يا ترى؟ نعم أحسنت إنه استوان ممتاز وهذا المجسم نعم ممتاز مخروط أحسنتم وهذا المجسم مألوف ويوجد في كل مكان نعم إنه مجسم لكرة وهذا المجسم نعم مكعب أحسنتم إذن دعونا نلاحظ الآن الصورة هيا نتعلم مع بعضنا البعض أي من المجسمات التالية يا ترى؟ تتدحرج هل تعرفون كلمة تتدحرج؟ نعم تتدحرج بهذا الشكل أحسنتم لنجرب أولا الإصطوانة هذه هي الإصطوانة يا ترى هل أنت تستطيعين التدحرج يا أصطوانة؟ هيا سأضع الأصطوانة بهذا الشكل وسأقوم بدحرجتها هيا لاحظوا معي هل تتدحرج الأصطوانة؟ نعم إذن الأصطوانة تتدحرج دعونا نلاحظ هل تستطيعون التدحرج مثل الأصطوانة؟ هيا تدحرجوا على الأرض أحسنتم ممتاز إذن الأصطوانة تتدحرج فالأصطوانة تتدحرج كما ذكرنا انظروا الآن إلى الصور هيا هيا لنعرف أي المجسمات الآتية تتدحرج أيضا هل المخروض يتدحرج؟ هذا هو المخروض انظروا للمخروض هل المخروض يتدحرج يا ترى؟ فكروا نعم هل نستطيع دحرجته بهذا الشكل؟ كلا هناك طريقة أخرى فما هي يا ترى؟ نعم أحسنتم إذن بهذا الشكل لنلاحظ إذن المخروض أيضا يتدحرج انظروا للمخروض إنه يتدحرج فالمخروض يتدحرج أحسنتم ممتاز هيا هيا دعونا ننظر إلى الصورة الأخرى أي المجسمات الآتية تتدحرج يا ترى؟ لنجرب ثالثا الكرة هل لديكم كرة في المنزل؟ هيا أسرعوا وأحضروها حتى نجرب هل تتدحرج الكرة؟ أنا بالانتظار هل أحضرتم الكرة؟ إذن هيا لنجرب ضعوا الكرة على سطح مستوى ثم قوموا بدحرجتها بهذا الشكل هل تتدحرج الكرة؟ نعم أحسنتم إذن لنلاحظ معا دعونا دعونا نلاحظ انظروا هذه كرة نعم إنها تتدحرج أحسنتم إذن انظروا كرة أخرى إذن الكرة تتدحرج أحسنتم دعونا ننظر مرة أخرى ماذا يوجد لدينا الآن؟ أي المجسمات الآتية تتدحرج؟ لنجرب الآن هل جربنا الأسطوانة؟ نعم جربناها والكرة؟ نعم قبل قليل هل جربنا المكعب؟ كلا لم نجرب إذن دعونا نجرب الآن المكعب هل يتدحرج المكعب؟ تعال يا مكعب إنه المكعب هل المكعب يتدحرج؟ فكروا هل لديكم مكعب في المنزل؟ أحذروه لنجرب معا إذن دعونا ننظر هذا هو مكعب دعونا نجرب الآن هل تدحرج المكعب؟ مسكين يا مكعب أنت لا تستطيع أن تتدحرج؟ دعونا نلاحظ مرة أخرى انظروا للمكعب هل يتدحرج؟ إذن كلا يا مكعب أنت لا تستطيع أن تتدحرج؟ فالمكعب لا يتدحرج أحسنتم هل لدينا شيء آخر؟ المجسمات التي تتدحرج وهي ما هي المجسمات التي تتدحرج؟ نعم أحسنت وأنت أحسنت يا جميلة ممتاز إذن المجسمات التي تتدحرج هي الكرة وأيضا الأسطوانة ممتاز وأخيرا ممتاز المخروط أحسنتم إذن هذه المجسمات تتدحرج ممتاز انظروا الآن إلى الصورة مرة أخرى ضيوفنا الكرام إذن انظروا الآن إلى الصورة التي أمامكم هيا هيا دعونا نتعلم أي المجسمات الآتية تتراص لدي ملاحظة انظروا لها تتراص هي كلمة تعني وضعها فوق بعضها البعض إذن عندما نضع شيئا فوق بعضه البعض فنسميه تراص أحسنتم إذن دعونا الآن نتأكد أي المجسمات الآتية تتراص لنجرب مع الأسطوانة تعالي أسطوانة سوف أضع فوقها أسطوانة أخرى دعونا نجرب هل أستطيع أن أضع فوق الأسطوانة أسطوانة أخرى؟ نعم أحسنتم إذن أسمي هذا الشيء بتتراص أو تراص انظروا تعالوا تعالوا انظروا أسطوانة وفوقها أسطوانة أخرى وفوقها أسطوانة ثالثة إذن الأسطوانة تتراص أحسنتم يا صغار دعونا الآن نجرب شيئا آخر سنختار مجسما مجسما المخروط إذن اخترنا الآن مجسما المخروط تعال يا مخروط انظروا للمخروط جيدا انظروا للمخروط هل أستطيع أن أضع فوق المخروط مخروطا آخر؟ انظروا إليه نعم دعونا نجرب ما قلتموه الآن سأضع مخروطا آخر فوق المخروط لنجرب لقد سقط المخروط الآخر مسكين يا مخروط إذن هل المخروط يتراص؟ قمنا بوضع مخروط آخر فوقه ما الذي حدث؟ سقط المخروط الآخر أحسنتم إذن المخروط لا يتراص ممتاز هيا هيا لنجرب مجسما آخر أي المجسمات بقي لدينا؟ نعم أحسنتم أنتم تركزون معي جيدا إذن المكعب والكرة ممتاز هيا 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 دعونا نجرب الآن مجسم الكرة هذه كرة سوف أأخذ كرة كرة هل أستطيع أن أضع كرة فوق الكرة الموجودة؟ هل يوجد لديكم في المنزل كرة أخرى؟ نعم أحذروا الآن كرتان دعونا نجرب التطبيق هيا أسرعوا أسرعوا هل أحذرتم الكرة الثانية؟ ممتاز إذن دعونا نجرب سأضع الكرة الثانية فوق الكرة الأولى واحد اثنان ثلاثة فقطت الكرة إذن الكرة الأولى سأضع فوقها كرة ثانية انظروا ما الذي حدث فقطت الكرة إذن الكرة لا يمكن أن تثبت هل يمكننا أن نثبت كرة فوق الأخرى؟ إذن لا نستطيع ذلك فالكرة لا أسمع أحسنتم لا تتراص ممتاز هيا هيا دعونا ننتقل إلى آخر المجسمات وهو مجسم المكعب أحسنتم قبل أن أبدأ هل تعتقدون بأن المكعب يتراص أم لا يتراص؟ نعم دعونا نحاول ونجرب إذن المكعب هل يتراص؟ هذا هو المكعب سأضع فوقه مكعبا آخر ما الذي حدث؟ أحسنتم إذن انظروا جيدا المكعب يتراص ممتاز أحسنتم إذن ما هي المجسمات التي تتراص؟ من كان يركز معي؟ هذه هي المجسمات أي المجسمات اجتازت اختبار التراص؟ أي المجسمات ركزوا جيدا نعم إذن تصفيق للمكعب وأيضا أحسنتم الأسطوانة ممتاز إذن المخروض خرج من الاختبار والكرة خرجت من الاختبار وفاز في الاختبار ونجح فيها المكعب والأسطوانة أحسنتم إذن المجسمات التي تتراص هي الأسطوانة والمكعب ممتاز هيا هيا دعونا نلاحظ الصورة التي أمامنا السؤال يقول هذه المرة أي من هذه المجسمات الآتية؟ تنزلق هل تعرفون معنى كلمة تنزلق؟ نعم أحسنتم تنزلق ممتاز إذن دعونا نجرب الأسطوانة دعونا الآن نجرب الأسطوانة هل الأسطوانة تنزلق يا ترى؟ لاحظوا وضعت الأسطوانة على سطح نعم مائل إذن لاحظوا إذن الأسطوانة تنزلق أحسنتم ينلاحظ الشكل انظروا للأسطوانة نعم الأسطوانة ماذا حدث لها؟ تنزلق ممتاز هيا هيا لنجرب مجسما آخر المخروط دعونا نضع المخروط على سطح مائل بهذا الشكل أحسنتم إذن دعونا نلاحظ مرة أخرى انظروا للمخروط أحسنتم المخروط ينزلق ممتاز المخروط ينزلق دعونا نأخذ المجسم التالي لمجسم المكعب سنضعه على سطح مائل يا ترى هل ينزلق المكعب؟ نعم أحسنتم هيا لنلاحظ إذن ممتاز المكعب ينزلق أحسنتم هيا لنلاحظ المكعب على سطح مائل ينزلق أحسنتم فالمكعب ينزلق مجسم للكرة هل الكرة تنزلق؟ دعونا نجرب سأضع الكرة على سطح مائل ما الذي حدث؟ هل انزلقت؟ نعم؟ دعونا نحاول وأنت؟ أحسنتي إذن الكرة لا تنزلق لاحظوا جيدا هذه كرة ما الذي يحدث؟ نعم ممتاز إذن الكرة لا يمكنها أن تنزلق لأنها مدورة فهي تتدحرج أحسنتم فالكرة لا تنزلق إذن من يستطيع أن يذكرني ما هي المجسمات التي تنزلق؟ نعم ممتاز لا أسمع أحسنتم إذن المجسمات التي تنزلق هي الأسطوانة المكعب المخروض أحسنتم دعونا الآن ننظر إلى الصورة التي أمامنا ما اسم هذا المجسم؟ نعم إنه مجسم كرة السؤال الآن يقول أو التمرين يقول حوط الأشياء التي تتدحرج انظروا أجيب على هذا التمرين رقم واحد في الكتاب صفحة 112 هيا هيا حوطوا الأشياء التي تتدحرج لديكم دقيقتان هيا وردو أن أرى الإنجاز ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا ممتاز إذن الأشياء التي تتدحرج هيا هيا تعالوا لنقيم الإجابات الأسطوانة تتدحرج أحسنتم الكرة تتدحرج ممتاز هل هناك شيء آخر؟ نعم المخروض يتدحرج أحسنتم ضعوا لأنفسكم نجمة كبيرة ووجه مبتسم إذن لننظر الآن إلى المجسم ما اسم هذا المجسم يا ترى؟ نعم أحسنتم إذن هو مجسم لمكعب ممتاز أريد منكم الآن أن تجيبوا على هذا التمرين حوطوا الأشياء التي تنزلق هيا هيا أجيبوا على التمرين الثنين في الكتاب صفحة 112 هل المكعب ينزلق؟ المخروض ينزلق؟ الكرة تنزلق؟ أم الأسطوانة تنزلق؟ تذكروا دقيقتان هل انتهيتم؟ ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ينزلق احسنتم المخروض نعم المخروض ينزلق ايضا الكرة كلا فالكرة تتدحرج احسنتم واخيرا الاسطوانة الاسطوانة تنزلق ممتاز نذهب الى المجسم التالي ما اسم هذا المجسم يا ترى مجسم الاسطوانة احسنتم اسطوانة هيا اريد منكم الان ان تحوطوا الاشياء التي تتراث التي نستطيع ان نضعها فوق بعضها البعض دقيقتان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل اكملتم رائعين هيا هيا هل المكعب يتراص هل نستطيع ان نضع مكعبا فوق مكعب فوق مكعب نعم اذا المكعب يتراص الاسطوانة اجاء جميل الكرة للاسف سامحينا يا كرة والمخروط كلا اذا سامحنا يا مخروط فنحن لا نستطيع ان نضع فوقك مخروطا اخر اريد منكم الان ان تجيبوا على التمرين اربعة في الكتاب صفحة 113 لديكم دقيقتان للاكمال هذا التمرين المطلوب هنا ان تصلوا بين الصورة وكل مجسم يتدحرج مجسم يتدحرج هيا دقيقتان صلوا بخط جميل اشتركوا في القناة 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 إذن الكرة تتدحرج أحسنتم المخروض نعم يتدحرج أيضا المكعب لا يتدحرج والأسطوانة هل الأسطوانة تتدحرج نعم أحسنتم الأسطوانة تتدحرج ممتاز هيا هيا تمرين آخر أجيب عن التمرين خمسة في الكتاب صفحة 113 صلوا بخط بين الصورة وكل مجسم ينزلق دقيقتان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أخيرا أحسنتم المكعب هيا هيا أجيب على التمرين ستة في الكتاب صفحة 113 أي المجسمات تتراس؟ صلوا بخط بين الصورة والمجسم يتراس ترجمة نانسي قنقر 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 هيا 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر